تتبنى الجهة الرسمية لغاية الآن أقرت الحكومة بارتفاع نسب الفقر في البلاد خلال العام الماضي إلى 25% من إجمالي السكان وسط تشكيك بأن الرقم المعلن أقل من الواقع المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي قال إن هذه النسبة ارتفعت مقارنة بعامي 2019 و2020 مؤكدا أن ارتفاع نسبة الفقر يعود إلى أسباب عدة من بينها تداعيات جائحة كورونا وتوقف الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية نتيجة خفض أسعار النفط خلال الفترة ذاتها وتوقف المشاريع ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي العراقي إن النسبة المعلنة التي تشكل أكثر من 12 مليون عراقي من أصل 42 مليون من مجموح سكان العراق غير دقيقة وهي عبارة عن تخمينات موضحين أن نسبة الفقر في بعض المحافظات مثل نينوى وديالا والأنبار وصلاح الدين تخطط عتبة الأربعين في المئة بفعل الدمار في المدن الذي أتى على المعامل والورش وأماكن تشغيل اليد العاملة وتقاس نسبة الفقر في العراق وفقا لمعدل دخل العائلة اليومية وتبلغ بالحد الأدنى ما يعادل ثمانية دولارات باليوم الواحد وتشير إحصائيات برنامج الغذاء العالمية إلى أن مليونين وأربعمائة ألف شخص في العراق بحاجة مس إلى الغذاء وإنشاء مشاريع استراتيجية تستوعب الأيد العاملة لمواجهة الفقر المتزايد ترجمة نانسي قنقر